أعتقد ما ينفعش نتكلم كتير والمتحدث الرسمي موجود إيه بقى لا يعني فيما تعلق بما فات مجموعة الشباب اللي كانت مشاركة في الحاملة الانتخابية تحديداً لكابت الخطيب طلبوا مني أن أنا أعود معهم وأتكلم معهم وأنا رحبت لإني لحظت بعض الكلام على الفيسبوك كده قد عايزة أحط بعض النقاط على الحروف معهم فكان عدد كبير من الشباب والشابات واتكلمت قلت لهم يا جماعة لازم تفهموا أن إحنا الانتخابات خلصت وكل واحد كان فيكوا له دور ينتهي بانتهاء الانتخابات كانتخابات لكن يبدأ مشواره في حب الأهلي بشكل مختلف كيف يفيد النادي الأهلي اللي ساعد منهكو النادي الأهلي عشان متوقع أن فيه فواتير حتسدد يعتذر عن هذه الجلسة اللي متصور أنه حيطئمس عشان ما جالوش تذاكر في المقصورة مش هيجيله اللي متصور أنه يستطيع أن يقول فلان مش ليه وفلان ما جاش ليه مش هيوتاح له هذا الفرصة لن تعرفوا كيف نحب الأهلي احنا مش بنحب الأهلي عشان عايزين منه حاجة ايوه احنا بنحب الأهلي عشان نتعلم أن حب الأهلي المجرد هو الذي يقود إلى النجاح والفلاحة ايوه وأنا قلت أن أنا بحب في صالح سليم حبه للنادي الأهلي حبا مجردا مش عايز يوصل منه لأي شيء ولا يساوم على أي مبدأ ولا يفرط في أي حق ولا يسمح أنه ياخد حق مش بتاعه هذا هو الأهلي ولذلك الأهلي شامخ ولذلك الأهلي قيمه هي اللي بتحكم النغمة مبادئ ايه وبتاع ايه وهنا بدأت أتحدث مما يعني قد فوهم من البعض أنه يعني أنه كلام على يعني بيمس أحد في خلال الفطرة الماضية من المسؤولين إذا كان فوهم مني هذا الكلام أو أن أنا لم أستطع أن أعبر بما يقول في زهني اللي أنا بوضحه وعلى فكرة أنا قلت بالطريقة دي وقلت أن الخلاب كان ناس كلها كويسة بس فاري ثقافات ناس بتفكر في الأهلي بالطريقة دي وناس حفظة الأهلي بالطريقة دي يعني واحد أو اتنين كانوا في الجنينة اعترضوا أنا باعتزر لكل الناس اللي فهموا من كلامي أن أنا أقلل من أدوار أي أحد من اللي مشوا بالعكس ناس بيحترمهم جدا والله بحب بحبهم فعلا أنا أقول من دلوقتي إذا كنت فهم من كلامي أو في لحظة ما صدر مني ما يبدو أن يفهم عن غير قاذب الإساءة لأحد باعتزر لكل الناس بداية من المؤنس محمود طار الذي يجله وأحترمه الأستاذ عماد وحيد بيصرف في النظرة عن كل ما قيل نقلا عنه أنا مسامح وأرجو أن يتسامحوا أنا مسامح في جزء الشخصي وأرجو أن يتسامحوا إذا قبلوا أن يتسامحوا سيبقوا غمروني بفضلهم ولكني أتحدث عن الجزء الشخصي ولكن لا تسامح في حق الأهلي ولا تهاون في الدفاع عنه إحنا هندفع عن الأهلي بالصمرار عن هيبة الأهلي التي لن نسمح لأحد أن يخدشها عن أي ادعاء والتقليل من مبادئ قيم الأهلي وأن يخدوها في سكة تفسيرات جديدة غريبة علينا كلنا فأنا قلت هذا الكلام ويا شباب حد له تعليق على كلامي موفقين عليه بالإجمع الشباب وفقوا قلت لهم إذن إحنا ملناش إن إحنا نضغط على المجلس الجديد وملناش إن إحنا نلقح كلام على المجلس القديم خلصة الرواية بالضبط أنا عايز في هذه اللحظة أستاذ إبراهيم الانخبات بينما فات اتقفلت الليلة إلا في بعض الأمور اللي هي علاقة بالصح والغلط معلومات يعني إحنا حنقول المعلومات وندعم المعلومات الصحيحة وانصح المعلومات اللي فيها بعض الالتباس سواء من ناحية المالية من ناحية الإنشئية من ناحية العضوية من ناحية كل الأمور خلاص كانتخابات خلصت لكن كأهلي بقى وداتا ومعلومات ده للتاريخ ما نقدرش إن إحنا ما نصوبوش تاني أكرر إذا فهمي مني مرة أو مرات إن أنا عن غير قصد خدشت أي حد بعتذر وأرجو أن يسمعني